بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد وحييكم أحبتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدر في شرح مقدمة ابن الجزري هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير ومع الدرس الأخير تكلمنا في الدرس السابق عن الوقف بالسكون والروم والإشمام وهناك بعض الأمور التي أغفل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما تتعلق بالوقف في هذا الباب وهذا الباب يتعلق برسم المصحف الشريف ويمكن تقسيم ما جاء في رسم المصحف الشريف إلى أربعة أقسام ما يلفظ به في الوصل والوقف وهذا هو غالب ما جاء في الرسم العثماني ما لا يلفظ به لا في الوصل ولا في الوقف وذلك كزيادة بعض الحروف كالألفات مثلا والواوات والياءات أو ما كتب برسم ونطقة بشكل آخر وأيضا ما يلفظ به في الوقف ولا يلفظ به في الوصل وأيضا ما يلفظ به في الوصل ويبدل في الوقف القسم الأول والثاني لا خلاف فيهما بين الكراء واختلف الكراء في القسم الثالث والقسم الرابع ومن أبرز المسائل التي تتعلق بالوقف منها الوقف على المنون المنصوب فالمنون المنصوب يبدل ألفا عند الوقف نقول مفازة إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكذلك تاء التانيس التي تبدل هاء عند الوقف تاء التانيس التي تبدل هاء عند الوقف فبما رحمة من الله لنت لهم عند الوف نكون رحمة كذلك أيضا هاء السكت وهاء السكت اختلف القراء في إثباتها وحذفها وصلا أما وقفا فالكل مجمع على إثباتها وقد جاءت في تسعة مواضع في القرآن الكريم منها موضع في البقرة لم يتسنه وانظر وفبهداه مقتده في الأنعام وأيضا منها ستة جاءت في سورة الحقة هذه ثمانية وأيضا التاسع جاء في سورة القارعة وما أدراك ما هي نار حامية وأيضا مما يتعلق بذلك وهو إثبات الألف التي لا تكون بدلا من شيء وذلك في سبع ألفات هي ألف أنا تثبت في حالة الوقف حيث وردت في القرآن الكريم ألف أنا وكذلك الألف في لكن لكن هو الله ربي عند الوقف كل لكن بالإثبات وهذه في سورة الكهف وأيضا عندنا الظنون والرسول والسبيل في سورة الأحزاب وعندنا أيضا سلاسلة في سورة الإنسان وقوارير في الموضع الأول من سورة الإنسان أيضا الموضع الأول من سورة الإنسان ثم بعد ما وصلنا إلى الحديث عن الوقف بالسكون والروم والإشمام وهو ختام هذه الأرجوزة قال رحمه الله وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة وقد تقضى أي انتهى وانقضى وانقضاء الشيء ذهابه وفناؤه وقد تقضى نظمي بفتح الياء لأجل الوزن وقد تقضى نظمي المقدمة وهي هذه الأرجوزة وأل فيها للعهد أي المقدمة المعهودة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ وقارئ هنا إما أن يكون مفردا أراد به الجنس أو يكون جمعا وحذفت النون للإضافة مني لقارئ القرآن تقدمة أي هدية وتحفى والمعنى أي بعد ما انتهيت من ذكر ما يتعلق بالتجويد من مسائل مختلفة ابتداء من مخارج الحروف وانتهاء بالوقف بالروم والإشمام فهذه الأحكام وهذه المسائل مني لقارئ القرآن هدية وتحفى أرجو بها الثواب من الله سبحانه وتعالى قال والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام أي بعد أن انقضت هذه المقدمة ختمها بالحمد والصلاة والسلام ختمها بالحمد كما بدأ في أولها والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعض العلماء أن يذكروا متعلق الصلاة والسلام فقال عبد الدائم قال عبد الدائم وقد كملتها ببيت في ذلك فتم النظام فقال والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأخيار وفي بعض النسخ على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار وعند شيخ الإسلام زكريا الأنصار ذكر بيتين آخرين فقال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله أبياتها قاف وزايا في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد وفي بعض النسخ من يتقن ونسب هذا البيت الأخير إلى الشيخ محمد ابن أحمد السلسيلي رحمه الله تعالى وهنا في قوله أبياتها قاف القاف في حساب الجمل بمئة وزايا الزايا بسبعة أي عدد هذه عدد أبيات هذه المنظومة مئة وسبعة أبياتها قاف وزايا في العدد وحساب الجمل أو حساب الجمل بالتخفيف هو استخدام الحروف على الترتيب الأبجدي للدلالة على الأعداد فيقولون مثلا الألف بواحد والباء باثنين والجين بثلاثة والدال بأربعة والهاء بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة كما هنا فالقاف في حساب الجمل بمئة والزاي بسبعة إذن عدد أبيات هذه الأرجوزة أو هذه المنظومة مئة وسبعة وهناك بيت منحول ذكر في بعض النسخ وهو على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى إلا أن يريد بمحمد النصب على المتح أو الاختصاص وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى ختام هذه المنظومة المباركة أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة